نشرت منظمة أطباء بلا حدود مقطعاً مصوراً قالت أنه لأسطول من سيارتها احترق بعد أن دمرته مركبات إسرائيلية الشهر الماضي وذكرت المنظمة أن أحد أفرادها صور المقطع في العشرين من نوفمبر عندما دمرت دبابة وجرافة إسرائيلية سياراتها ووجهت المنظمة لاتهام الكيان الإسرائيلي ثم وصفته بالكمين المتعمد لقافلة مركباتها بينما كانت تحاول الخروج من مدينة غزة